باشرت اللجنة الإدارية النيابية بمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولية لسنة 2024 وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزنش ديفاتة إن اللجنة تهدف من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون تمهيدا لتعديله للتطوير خصوصا أن السابق مضى على إقراره 50 عاما وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولية كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية من جريبهم أكد عدد من النواب على أن ينظم مشروع القانون الجديد ليت الحصول على التمويل المقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومراقبة الجهات المتلقية للمنح وبدورها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة توقان إن القانون النافذ لم يطرأ عليه أي تغيير وهو ما يحتم علينا تعديله لنتمكن من مواكبة التطورات ومن ناحيتها قالت وزيرة الدولة لشؤون القانونية نانسي نمروقة إن مشروع القانون ينظم مصادر التمويل الخارجية والتمويل الأجنبية ومن جهته قال أمينع مزارة التخطيط والتعاون الدولية مروان الرفاعي إننا وضعنا صقفا زمنيا مدته 25 يوما للبت في موضع الموافقة على المنح والتي تبدأ من تاريخ إشعار مجلس الوزراء